بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة انا في الفترة الاخيرة لقيت بيديوهات كتيرة وكلام كتير عن اللبن الحليب وبطريقة بصراحة انا باعتبرها مستفزة اوي بسبب الهجوم العنيف عليه ويمكن بدون وجه حق في الغالب يعني يعني لقيت اللي بيقول عن اللبن الحليب انه سم قاتل ولازم نبطل نشربه وننسى للأبد وده لانه بيرفع من حموضة الدم او بيجيب حساسية ملهاءة يعني قاتلة ملهاش علاج الاخر بقى كلام التقيل ده والمرعب في نفس الوقت المفروض طبعا ان كل واحد حر في رأيه انما لما الكلام يكون واخد اتجاه ومنح طبي يبقى الكلام لازم يكون معقول موزون ولازم نقول كل الجوانب الايجابية والسلبية في الموضوع الحقيقة انا مش هتكلم عن اللبن الحليب من الناحية الدينية يعني لا من القرآن ولا من السنة عشان نبعد شوية عن الكلام الديني ونتكلم بالعلم والمنطق علشان بس اللي هو لا مؤمن بداه ولا بدا ما يمسكش عينها حجة او يحاول كمان يشكك في الدين بتاعنا او يقول كلام بايخ وسخيف الرد عليه هيكون بشكل ما يخطرلوش على بال ما علينا دلوقتي لو فرضنا ان الكلارضية عليها اكتر من ستة مليار من البشر يبقى بالبديهة كده ان تقريبا المليارات دي كلها لازم ولا بود تكون عاشت اول شهور في حياتها على اللبن اللبن بس يعني على الاقل ستة شهور يعني اللبن ده سواء لبن الام او اي لبن من اي مصدر خارجي لو اللبن ده سم قاتل فعلا ما كانش يبقى فيه بني ادم عايش على وجه الارض كان كله يبقى موجود تحت الارض ومن زمان واللي تقال ان اللبن بيرفع من حمود الدم حمود الدم عالية يعني امراض قلب وشريين ومخ ورقة وسرطانات من كل شكل ومن كل لون ولو عدنا مع بعض كل انواع واصناف الاكل والشرب اللي بترفع من حمود الدم هنلاقيها بالعشرات كتير اول انما على سبيل المثال بس على سبيل المثال مرة تانية هنلاقي اللحوم بكل انواع الفراخ البيض زيت الدرى كل ده بيرفع من حمود الدم وبدرجة كبيرة واكبر بكتير من اللبن الحليب وبتتاكل تقريبا كل يوم وبكميات كبيرة كمان حد قال ان كل ده سمي قاتل حد قال نمنع اكل الحاجات دي ما حصلش وده كله ليه لاننا بمنتهى البساطة بنكل مع الحاجات دي كلها اصناف تانية كتير اوي برضو بترفع من قلوية الدم يعني بتعمل تعادل او توازن مع الاصناف الاولانية برضو على سبيل المثال بس لا الحصر زي اللمون العنب البرتقان الكرومب الجزر الخيار الخاص اللب السوري اللب الابيض القرفة الملح اللي بنحطه على اي اكل كل ده بيعادل حموضة الدم يبقى مين بقى اللي ما بيكلش اي اصناف من دي كل يوم ولا هتضيع اي تأثير بسبب الاصناف اللي بترفع حموضة الدم الحساسية اللي بيعملها اللبن عند بعض الناس ده شيء ورد جدا مع اصناف كورده كتيرة جدا من الاكل زي السمك والجنبار والبيض والفراولة والموزون مكسرات والفول السوداني والفول الصوية ودقيق الامح اللي تقريبا داخل في كل المخبوزات اللي بتاكل برضو كل يوم وبكميات يعني مش عجبة ان اللبن هو كمان ممكن يعمل حساسية زي كل الاصناف اللي قلناها دلوقتي او يعني ايه زي غيره واللبن طبعا معروف من زمان اوى عند كل الناس ان في كمية من الكلسام معقولة جدا وبعض الابحاث قالت ان ممكن ممكن يكون في ارتباط بين الكلسام مش اللبن الكلسام الكتير والاصابة بسرطان المبايدة عند السيدات وسرطان البوستاتة عند الرجال بالاضافة لانه ممكن كمان الكلسام الكتير يكون ليه ارتباط بتكوين حصوات في الكلة الكلام ده نظريات احتمالات في الغالب بيبقى عن طريق الادوية اللي فيها كلسام بتركيزاتها عالية وكمان بتستعمل لفترات طويلة وحتى لو قلنا الكلام ده صح بالنسبة لللبن هو يعني اي واحد ممكن نشرب لبن كل يوم قد ايه وبالتالي ممكن يخش جسمه كالسام قد ايه برضو الشيء الضريب بقى ان احنا عندنا اصناف كتيرة فيها كالسام اكتر بكتير من اللي في اللبن الحليب زي البزور كلها البقول النباتية البروكلي البامية الأسماك المكسرات البرطقان والتين لو كانت النظريات دي كلها صح والكلسام هيعمل كل البلاو اللي هم قالوا عليها يبقى من بقى ولا اننا نبطل كل الحاجات اللي قلناها دلوقتي لان الكلسام اللي فيها اكتر من الكلسام اللي في اللبن الحليب مش كده ولا ايه طيب اللبن الرايب والزبادي وكل انواع الجبن تقريبا ما هو الاساس فيها هو اللبن الحليب المفروض بقى برضو حسب كلام الناس الافاضل دي اننا نبطل كل الحاجات دي هي كمان ما هيكون لها اسموم يعني بصراحة كلام كله ضد اللبن وبكل الوسائل ما انا مش فاهم ليه صراحة انما كلام مرضود عليه مش تحيز للبن الحليب من ناحيتنا ابدا انما احنا نقول اللي اللي يقول عليه وبعد كده بقى كل واحد هو حر يعمل اللي هو مقتنع به على هذا الاساس يعني لما نيجي نتكلم عن اللبن الحليب وبدون تفصيل كتير هنلاقي فيه كالسيام وفيتامين دي وفسفور ومغنيسام وعنصر اسمه الكولين وفيتامين ايه وفيتامين به اتنين وفيتامين به ستة وفيتامين به اتناشر بالاضافة الى بروتينات ودهون وسكريات اللي بقى الحليب الحقيقة مهم للعظام والاسنان مهم للمخ وقوة الزكرة ونقل الاشرات العصبية مهم العضلات وحركتها بيقلل من ضغط الدم وامراض القلب وبيعمل وقاية من هشاشة العظام والاكتئاب والألام المزمنة والحموضة والأرحى والامساك وبيعمل وقاية من سرطان السادي وسرطان القولون مش بيجيبهم الشيء العجيب على الرغم من الكلسم اللي في اللبن الحليب الا ان اللبن في نفس الوقت بيعمل وقاية من تكوين حصوات في الكلة غير الكلسم اللي هو على هيئة ادوية وده بسبب ان الكلسم اللي في اللبن الحليب طبيعي مش مركز اوي ده غير المحتوى الكبير من المياه اللي في اللبن الحليب عموما كل حاجة تقريبا فيها جوانب ايجابية وجوانب سلبية والحاجة اللي فيها ضرر او ازب اي شكل من الاشكال بنبادع عنها وهنلاقي غيرها كتير قوي عوضنا عنها ويمكن بصورة افضل كمان العقل برضو بيقول ان كل شيء زل عنا حده بنقلب لضده يعني ناكل ونشرب زي ما احنا عاوزين انما في حدود الاعتدال بدون اسراق وكمان بدون ما نعتمد بصورة كلية على صنف ونسيب الاصناف التانية مفيش صنف مهما كان بيغني عن باقي الاصناف كله بيكمل بعضه على اي حال النظرات كتيرة وكل يوم والتاني نلاقي اللي يطلع علينا ويطلع نظرية تهد نظريات قديمة او على الاقل تغير من مفاهيم كتيرة المهم في ده كله ايه اننا ما نصدقش على طول اي كلام بيتقلينا الا بعد ما بقى نبص ونشوف ونغرب للكلام ده ونغضو من كل الوجوه ونفرزو علشان ايه نوصل ايه للخلاصة الخلاصة اللي تريحنا بطريقة صح وبالمنطق وبالعقل وكلمة الحقيقة الاخيرة في حق اللبن الحليب اللي تعرض للهجوم الشرس ده ومن كل ناحية الانسان من اول وجوده على الارض هو بيعتبر اللبن الحليب اكل وشربه في نفس الوقت سواء لوحده او مع اي حاجة تانية جنبه هنقول بقى كم في الالف او كم في المليون حصل لهم اي اضرار خطيرة مؤكدة وموسقة بسبب اللبن الحليب وعلى مدار تاريخ الانسان كله اعتقل يعني لو حصل ده تبقى نسبة ضئيلة وضعيفة جدا جدا ومتتخدش ابدا على انها هي الاصل انما تتخد بس على انها حالات شزة او حالات استثنائية وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته